النهاردة الصبح وصل سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للهند وده للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين اللي بتعقد في مدينة نيودالهي قمة مجموعة العشرين زي محضراتكم عارفين اتأسست في سنة 1999 بلعن على بعض التحديات اللي حصلت بعد الأزمة المالية الأسيوية واتأسست كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية علشان ينقشوا القضايا الاقتصادية والمالية والعالمية الهامة وأيضا كانت مهتمة بشكل رئيسي بمسألة الهيكلة العالمية والإدارة بكل ما يخص القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة حيانه هذه القمة مهتمة بمسألة تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره وخلق يعني مساحة للإصلاح في المؤسسات المالية الدولية وبالتبعية يكون في تحسين لنظام المالي العالمي بالتأكيد ده بيهم كل دول العالم المشاركة في هذه القمة وحتى الدول اللي مش موجودة في قمة مجموعة العشرين حيانه ده المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم يعني دول بترأس كده مجلس إدارة العالم من الناحية الاقتصادية وأيضا بالتبعية الناحية السياسية دعوة مصر لحضور هذا هذه القمة دعوة هامة جدا وجود سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الهند متحدثا بصوت أفريقيا وصوت الدول النامية خلال القمة حديث هام جدا وفي كل المحافل الدولية يتحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بلسان القارة الأفريقية يطرح القضايا اللي تشغل الرأي العام الأفريقي وبالتأكيد اليوم الجميع يتحدث عن قضايا غذاء وطاقة تواجه العالم أجمع والدول النامية هي الدول الأكثر تضرورا بكل التغيرات الجيوسياسية اللي بتحصل في العالم حيانه يعني على رأس كل هذه المشاكل دي ما كنت بقول حضراتكم هي المشاكل الاقتصادية البحث عن فرص متكافأة في الاقتصاد العالمي للدول النامية أعتقد ده الحديث الأهم في قمة مجموعة العشرين فيما يخص الدول الأفريقية تقديم المساعدة والمساندة الفاعلة من ناحية الدول المتقدمة للدول النامية علشان يقدروا يحققوا تنمية مستدامة ده أعتقد حديث هام جدا في القمة مسألة أنه نواجه كدول نامية كل تداعيات السلبية اللي حصلت في الاقتصاد وفي الغذاء والطاقة والأزمات العالمية المتلاحقة وإزاي ده أثر على التنمية المستدامة داخل الدول الأفريقية ده أعتقد هيكون محور لحديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة كل ده طبعا بجانب اللقاءات الثنائية اللي حتكون على هامش قمة مجموعة العشرين بالتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك الحال أنه يعني هذه اللقاءات الثنائية في العادي أنه بينتج عنها اتفاقات اقتصادية هامة جدا لما تكون على هامش قمة هامة زي قمة مجموعة العشرين مع كل ما تشهده الساحة الدولية على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي من تطورات واسعة وجملة من التغييرات اللي بتفرد المزيد من التحديات على دول العالم وخصوصا الدول النامية